موسيقى الحصاد من قناة الغد في القاهرة أهلا بكم والبداية بالعنوين السودان يعتبر دخول قوات إثيوبية لأراضيه تصعيدا غير مقبول وانتهاكا لسيادته الرئيس الجزائري يبحث مع الأحزاب ملف الانتخابات والتعديل الوزاري الرئاسة اللبنانية ترفض خطاب الحرير وتتهمه بمخالفة الدستور أنقرة تتهم حزب العمال الكردستاني بإعدام 13 مخطوفا تركيا شمالي العراق أهلا بكم ونبدأ حصادنا بالتوتر على الحدود الإثيوبية السودانية حيث أكدت الخارجية السودانية أن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية تصعيد مؤسف ستكون له عكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة هذا واستنكرت الخرطوم دخول قوات إثيوبية إلى أراضي تتبع قانونا للسودان بما يعد انتهاكا مباشرا لسيادة السودان وسلامة أراضيها في وقت تحشد فيه إثيوبيا جنودها على الحدود مع السودان جاء بيان الخارجية السودانية الذي عبر عن إدانته واستنكاره للعدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراضي تتبع له قانونا وقال بيان الخارجية السودانية أن ذلك يمثل انتهاكا مباشرا لسيادة السودان وسلامة أراضيه ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن وحمل السودان إثيوبيا المسئولية كاملة عما سيسفر إليه عدوانها من تبعات مطالبا إثيوبيا بالكف فورا عن تعديها على أراضيه تزامن البيان مع تصريحات لعضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول شمس الدين الكباشي اتهم فيها إثيوبيا بأنها تمارس ما يشبه الاستيطان الإسرائيلي خلال تعديها على الأراضي السودانية في منطقة الفشقة مشددا على عدم التراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي وأكد أن السودان استعاد نسبة بلغت 90% من أراضيه وتقول الخارجية الإثيوبية إنها ملتزمة بحل سلمي للأزمة لكنها تريد من السودان لانسحاب يشار إلى أنه في عام 1902 تم إبرام اتفاق لترسيم الحدود بين بريطانيا القوة الاستعمارية في السودان في ذلك الوقت وإثيوبيا لكن الترسيم بقي مفتقرا إلى خطوط واضحة وللمتابعة ينضم إلينا من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية السيد أشرف عبد العزيز أهلا بك معنا في حصادنا سيد عبد العزيز لطالما الطرفان تحدثا عن الدبلوماسية والحل السياسي والناجع ربما لتحقيق السلم والاستقرار في منطقة الحدود السودانية الإثيوبية كيف يفهم اليوم هذا البيان من قبل الخارجية السودانية وأيضا دلالة هذه التهديدات من الواضح أن إثيوبيا لا زالت تنظر إلى هذا النزاع من زاوية أنه لا بد أن يكون لها وجود على الأراضي السودانية باعتبار أن ذلك يرضي قومية الأمهرة التي تساند أبي أحمد في حروبه الداخلية وفي كثير من الإشكالات المحلية في داخل العمق الأثيوبي ولذلك أبي أحمد يحاول من خلال هذه الحشودة العسكرية ومن خلال الاعتداءات المتكررة ومن خلال السماح لملاشيات الأمهرة بالاعتداءات حتى على المواطنين وغتلهم أن يثبت لقومية الأمهرة أنه ما زال بتمسكا بهذه الأرض وضح ذلك جليا أيضا من خلال التفاوض الذي تم بشأن القوى المشتركة أو بشأن ترسيم الحدود دائما أسروبيا تصير على انسحاب السودان الكامل من المناطق التي استردها في الأيام الفائتة وقام بتحريرها من أراضيه في منطقة الفشقة الكبرى والصغرى إذن أبي أحمد يحاول أن يقول لقومية الأمهرة أنا موجود وإن الأمر لم يتحول إلى نزاع حدودي تفصل فيه الأمم المتحدة فسأضطر إلى استخدام القوى أيضا هذا من جانبه لأن هذه المنطقة تعتبر بالنسبة له منطقة استراتيجية بالنسبة للخرطوم الخرطوم غررت تماما أنها لن تتراجع من التقدم الذي أحرزه الجيش السوداني والتقدم الواسع من تصاره على الملاشيات ولو أدى ذلك إلى أن تكون هناك مواجهة مباشرة وبالتأكيد من حيث الميدان هناك إشكالات وثورات ستواجه أثيوبيا لأن هذه المنطقة هي ممكن أن تكون منطقة التفاف حتى لقومية التقرية التي هي في صراع كان مع أبي أحمد وهذه المنطقة هي منطقة وعيرة يمكن أن تستفيد منها وتلتفع على الجيش الأثيوبي خالة من التفاصيل البيان فيما يتعلق بالمنطقة التي تم اقتحامها من قبل الجيش الأثيوبي حسب بيان الخارجية السودانية إذن هل من تفاصيل زيادة هل منطقة الفشقة فقط الحدودية هي التي تستهدف من قبل الأثيوبيين أم أن هناك مناطق أخرى على الحدود كان هناك جديد فيما يتعلق بها اليوم لا هي في منطقة الفشقة هي المنطقة التي تتواجد فيها القوات الأثيوبية على عبادة 500 كم داخل عمق الأراضي السودانية وهي كما تعلم أن القوات السودانية استطعت تحرير 90% من هذه الأراضي ولكن الآن اقتحمت هذه القوات هذه المنطقة في حوالي 5 كم داخل الحدود السودانية وهذا ما رفضته الخارجية السودانية تماما وقالت أن الحكومة لن توافق على ذلك باعتبار أن هذه الأراضي أصبحت الآن محررة وتحت قبضة الحكومة خاصة أنه الناس يوبيا ترفض كما تفضل تغريركم مزألة تثبيت دعايم المسائل المتعلقة بتحديد الحدود لأنه في العام 1902 تم تحديد هذه الحدود من غفل الجنرال جوين ووافق على ذلك حتى إمبراطورة الحبشة وقتها ميليك وهذا الاتفاق واتفاق مؤكد عليه حتى في العام 1957 و1972 ولم تكن هناك أي اتجاهات للرفض من غبل أثيوبيا حتى لوقت قريب وعندما وقع هذا النزاع كان أبو أحمد مضطرا لأن يستجيب إلى الضغوط التي تفرض عليه قومية الأمهر نعم انعكسات هذا التصعيد على الأمن والاستقرار في منطقة الحدود السودانية الأثيوبية برأيكم سيد عبد العزيز وبالتأكيد استمرار أو غوء أي مواجهات أو اشتباكات حقيقية بين الجيش السوداني وبين الجيش الأثيوبي في هذه المنطقة هو ليس يؤثر على البلدين فقط وإنما يؤثر على العالم ككل هذه المنطقة هي منطقة تنتشر فيها تجارة السلاح وتجارة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية فضلا عن أنه هناك إلهاب كبير في هذه المنطقة بسبب الصراع بين أبي أحمد وبين جفه التحرير التجرائي وما إلى ذلك إذن هذه المنطقة لها تأثيرات عدة وكذلك هذه المنطقة غريبة من البحر الأحمر وهو منطقة نفوذ ومطامع لدى كثير من الدول الكبرى إذن اشتعال الحرب في هذه المنطقة سيؤثر بقدر كبير على كل الدول في المحيط الإغليمي وعلى الدول في الإطار العالمي باعتبر أنها غريبة لمنفذ تمر به معظم التجارة العالمية عبر البحر الأحمر إلى باب المندب وهذا مجعل كثير من الدول تحاول أن تجد حلولا ولعل تدخل الاتحاد الأوروبي الأخير هو في هذا الجانب وكما تعلم أنه يظن هناك غضية صد النهضة يمكن أن تحدث تعقيدات في هذا الملف نتيجة هذا النزاع الحدودي الخطوات السودانية سيد عبد العزيز بعد بيان الخارجية هل سيتم التوجه للاتحاد الإفريقي مثلا أو لجهات دولية من أجل ضبط الحدود وهناك كان تصريحات للسيد الكباشي أن السودان استعادت ما نسبته 90% من أراضيه وبقي ثلاثة مناطق يأمل أن تحل بالتفاوض في الإطار العسكري هناك خطة واضحة أنها تسير في إطار تحرير كل الأراضي السودانية أي شبر منها بشكل كامل ولكن أيضا هناك استجابة على صعيدة دولوماسي كما تعلم رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير ميهار ديت كان قد اخترح وساطة في غمة مسقرة تضم السودان وجنوب السودان وأثيوبيا وربما توقع في الغريبة العاجل نأمل أن تكون إنها الفرصة الأخيرة لطي صفحة هذا الخلافة المتعاعدة المعقد والمتشابك نتيجة الموقف الأثيوبي والمصر على ضرورة أن يتراجع الجيش السوداني حتى تبدأ المفاوضات بشكل فعلي رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية سيد أشرف عبد العزيز كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا لك في الجزائر التقى الرئيس عبد المجيد تبون مع قادة ستة أحزاب في إطار مشاورات سياسية تهدف للوصول إلى مسار توافقي وكانت قضية الانتخابات البرلمانية المبكرة مع حل البرلمان والتغيير الحكومي من أبرز محاور هذه اللقاءات من جهته أكد رئيس حزب جبهة المستقبل أن الرئيس تبون سيقوم بحل البرلمان قبل نهاية الأسبوع الجاري حوار سياسي طارئ هو أول ما استأنف به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهامه بعد العودة من ألمانيا حيث التقى قادة ستة أحزاب سياسية في ظرف يومين وكانت تغيير الحكومي مع الانتخابات البرلمانية المبكرة وحل البرلمان من أبرز محاور النقاش كلمنا بطبعة الحال حول الانتخابات التشريعية والتحضير لها وحول قانون الانتخابات حل البرلمان وإجراء الانتخابات العاجلة وقانون الانتخابات وعديد من القضايا التي نراها ضرورية في مثل هذا المقام كان اللقاء إيجابي كعادته أنا متفاعل جدا لأن التمس من سيد الرئيس النية وإيضا القوة لحل كثير من المشاكل العالقة في المستقبل ويرى مراقبون أن لقاءات الرئيس مع الأحزاب لم تكن فقط في إطار الحوار الوطني لحل حالة لزمة السياسية في البلاد ولكن بدأت تتضح ملامح تحالف سياسي جديد في الأفق تشكله أحزاب داعمة لبرنامج الرئيس وفي نفس الوقت لم تكن مؤيدة لنظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس تبون لم يترشح باسم بحزم معين ومن ثم ليس له حزم في ساحة سياسية كما نعلم كذلك أن الدسور الجديد بالنسبة لتشكيل الحكومة أنها تشكل من الأغلبية البرلمانية وقد أكد رئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد أنه فهم من محادثاته مع رئيس الجمهورية أن إصدار قرار حل البرلمان سيكون خلال أيام وقد يتم قبل ذكر يوم الشهيد الموافقة للثامن عشر من فبراير جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم من الأحزاب المعارضة التي التقى رئيس الجمهورية بقياداتها في إطار مشاورات سياسية تهدف للوصول إلى توافق يتجسد من خلال التعديل الحكومي المقبل حسن جزيري قناة الغد الجزائر ومن الجزائر ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور توفيق بو قاعدة أهلا بك معنا دكتور بعد عودة تبون إذن وهذه اللقاءات مع القوى السياسية خلال يومين الماضيين هل أصبحت أيام الحكومة الحالية الجزائرية معدودة؟ هذا ما يتم تكراره من الوسائل الأعلام وحتى من طرف الأحزاب السياسية التي التقت رئيس تبون في اليومين آخرين لكن لا شيء مؤكد إلى حد الآن خاصة أن الحديث عن حل البرلمان وتعديل الحكومة أعتقد فيه كثير من المخاطرة بالنسبة للمسار السياسي لعبد المجيد تبون لأن الحكومة إذا تم تغييرها في التالي فسوف تكون حكومة تصريف أعمال والجزائرين يطالبون بحكومة تبون لديها القدرة على حل المختلف المساكلات الاجتماعية والاقتصادية التي عجزت الحكومة الحالية في حل حالة كل الأزمات التي اعترضتها منذ البداية وبالتالي فأعتقد بأن الكلمة الفصل سوف تكون للرئيس تبون فيما تتجه الأنظار كلها إلى تعديل جزئي في حكومة بعض الوجوه المزارية ما الوزارات المرتقب أن يطالها التعديل الوزاري؟ الشهر الماضي ربما أنهى مهام وزير النقل هاني لزهر بعد صفقة استيراد جرت بالخطوط الجوية الجزائرية هناك قائمة طويلة بالنسبة للوزراء أن العدد الوزراء الذين عملوا في هذه الفترة أعتقد لا يتعدى لأصابع اليد الواحدة ولكن أكثر الوزراء المعنيين بإقانتهم أعتقد وزير التجارة وزير التعليم العالي وزير وزراء الذين لم يستطيعوا مواجهة مختلف الأزمات برغم أنه كانت لديهم الإمكانية من أجل القيام بذلك وبالتالي أعتقد أنه كان مفتوح لكثير من الوجوه لمغادرة هل يمكن أن يطال رأس الحكومة سيد عبد العزيز جراد وهناك حديث عن من سيخلف سيد جراد وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي نعم فشل الحكومة هي الدليل على أنه هو فشل لرئيس الوزراء فدائما هناك أسماء عديدة لسا فقط ما ذكرته هنا لكن أعتقد أن القائمة مفتوحة وسوف تفرق المشحورات السياسية على الشخصية والتي ربما سوف يتوفق عليها السياسيون من أجل إدارة المرحلة القادمة لمشهد سياسي جديد أعتقد بين الرئيس تبون والتأسيس له مخالف بالمرحلة السابقة لماذا لا ينتظر الرئيس تبون لإجراء هذه التغييرات على الحكومة ما بعد الانتخابات التشريعية المنتظرة هل الأزمة فقط في الحكومة؟ أعتقد هذا ما كنت أريد الإشارة إليه وهو المأزة الذي وقع فيه الرئيس تبون أن تأي تعديل الوزاري لن يحقق أي حركية حقيقية في واجهة المشاكل التي تواجهها لأن الوزراء المعينون لن يستمروا في الحكومة أكثر من خمسة أشهر على تقدير أن حل البرلمان انتخابات الشركة كما هو متدود سوف تكون في شهر جوان المقبل بالتالي فالإقدام على مثل هذه التعديلات والذهاب كذلك إلى حل البرلمان فيه كثير من الاستقرار الذي سوف يعيدنا إلى المنبع الأول بالتالي فأعتقد أن أمام رئيس تبون خياران إما حل البرلمان واللقاء على الحكومة لإدارة العملية الانتخابية أو المساهمة في ما بقية من الأيام أو الذهاب إلى لقالة الحكومة وتأجيل انتخابات سرعية إلى مرحلة ملاحقة لقاء الرئيس تبون بستة أحزاب خلال اليومين الماضيين هل يعد ذلك تحالف جديد لقوى سياسية وجه جديد من التحالفات في الجزائر بداية يدعمون برنامج الرئيس تبون ومن جهة أخرى كانوا معارضة في زمن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السبعة بأن لقاء الرئيس تبون ومن أجل تشكيل تحالف جديد لمساره السياسي بقدر ما هو بداية لمشاورات لمسار جديد بدأ بحين ترأى له لرئيس تبون من خلال سواء الانتخابات الرئاسية أو انتخابات تعديل استفتاء تعديل الدستور بأن الأزمة السياسية أعمق بأن يذهب أو أن يستمر الرئيس تبون في الذهاب وحده في معالجة اختلالاتها وبتالي يريد إشراك أكبر قدر ممكن من الفوارع السياسية من أجل تدليل مختلف الفوارق السياسية والمطالب السياسية لطالب الحزاب السياسية تري فأعتقد أنه في الأيام القادمة سوف يلتقي رئيس تبون بأحزاب أخرى وأن الحديث عن تشكيل القطب السياسي داعم لرئيس تبون ليس في هذه المرحلة سوف يكون بعد انتخابات الشراكية إذن لماذا يجلس مع جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم؟ نعم هذه تعتبر النقطة الفارقة في هذه المرحلة الجديدة من اللقاءات الرئيس تبون بأن يلتقي بأطراف معارضة له وأطراف كانت دائما في صف الحراك وتطالب في أنه رئيسا غير شرعي نعم الحوار هو خاصية سياسية وهو الطريقة الأوحد لبعالج مختلف الإشكالات وبالتالي فهذه الخطوة تحسب لرئيس تبون وكذلك تحسب لحزاب المعارضة التي لمبت نداء الحوار وسوف تفرز في أيام خدمة أعتقد بأنه لو استمعت السلطة بشكل جيد لمواقف الحزاب السياسية ومطالبها سوف نشمل حلحلة في الأزمة السياسية وبعد ذلك انفراج في الأزمة الاقتصادية أستاذ العلوم السياسية دكتور توفيق بو قاعدة من الجزائر شكرا جزيلا لك اتهمت الرئاسة اللبنانية رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بمحاولة فرض أعراف جديدة في عملية تشكيل الحكومة وتمثل خروجا عن الدستور يأتي هذا بعدما أعلن الحريري أن أزمة تشكيل الحكومة سببها الرئيسي هو الإصرار على الثلث المعطل مشيرا إلى أن تعاطي الرئيس ميشيل عون مع اقتراحات تشكيل الحكومة لم تكن مشجعة بعد أن هاجم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الرئيس ميشيل عون لاقتراحه أعضاء في الحكومة التي يقوم الحريري بتشكيلها في الذكرى السادسة عشر لوفاة والده أكد الحريري أن الرئيس ميشيل عون هو من يؤخر اعتماد تشكيل الحكومة رد الفعل جاء سريعا من الرئاسة اللبنانية ونشرت بيانا جاء فيه أنه يستغل مرة أخرى ذكر استشهاد والده ليلقي كلمة يتحدث فيها عن ملابسات تشكيل الحكومة واعتبر البيان أن كلمة الحريري احتوت على مغالطات كثيرة وأقوال غير صحيحة يلي عم يمنع تشكيل الحكومة عم يمنع إطلاق الإصلاحات وعم يأخر وقف الانهيار وإعادة الإعمار وعم يطول معاناة اللبنانيين والمقاسة يلي عم يعوشوها كلهم وعم يمنع تغيير طريقة الشغل والعقلية يلي تسببت بالأزمات كلها وقالت الرئاسة اللبنانية أن ما جاء في كلمة الحريري يكفي للتأكيد بأنه يحاول فرض أعراف جديدة خارج على الأصول والدستور والميثاق الحريري قال أن وضع لبنان سيء منذ اغتيال والده وأن هناك من يؤخر تشكيل الحكومة وقال إنه قدم للرئيس اقتراحا بتشكيل حكومي يضم ثمانية عشر وزيرا من الاختصاصيين غير الحزبيين إلا أنه لم يبد ملاحظاته وفق الدستور ومصلحة البلد ولكن الرد كان عبر خطابات وبيانات تنقلتها وسائل الإعلام وكانت حكومة الحريري السابقة قد استقالت في أكتوبر من عام 2019 على إثر احتجاجات شعبية ضد النخبة الحاكمة والفساد قبل أن يشكل حسان دياب حكومة جديدة استقالت على خلفية انفجار مرفأ بيروت قبل أن يتم تكليف الحريري مرة أخرى في أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة لبنانية جديدة نصلت الضوء على هذه القضية وينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي السيد عبدالله البارودي أهلا بك معنا سيد البارودي تصريحات إذن للحريري والرد عليها مباشرة من قبل الرئاسة اللبنانية هذه التصريحات هل تنم عن عمق الأزمة الحالية في تشكيل الحكومة اللبنانية وإلى أين يمكن أن تصل هذه الأزمة أول شيء مرسل خير لك يا جميع المشاهدين يعني بالتأكيد هذا أمر واضح وهذا لم يكن خافيا على أحد اليوم يعني قبل أن نتحدث بما قاله الرئيس المكلف الرئيس سعد الحريري منذ اليوم الأول لبداية الاستشارات الإلزامية في قصر بعبدة كان واضح بأن الرئيس ميشيل عون وتياره السياسي التيار وطن الحر ورئيسه تحديدا جبران بيسيل لا يريدون تكليف الرئيس الحريري بعد أن علموا بأن الأكثرية النيابية متجهة إلى تكليف الرئيس أو تسمية الرئيس الحريري في قصر بعبدة يذكر الجميع يومها قبل أيام قليلة عقد الرئيس ميشيل عون مؤتمرا صحفيا وناشد تقريبا يعني بين مززوجين ناشد النواب أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يعني يقدموا على تسمية شخص له بالنسبة له أن يكون ثقة للمرحلة القادمة وقادر عنها أن يتحمل المسؤولية وهو ما كان يقصد به أن لا تسموا الرئيس الحريري لأن كل موطيات كانت تشير لماذا سيد البارودي؟ لماذا لا يريد الحريري؟ لأنه منذ الأساس اعتبر أن الرئيس الحريري حين استقال وسمع من الصوار يومها ومن الناس مطالب الناس بأنهم يريدون إسقاط الحكومة وكان مترأسا هذه الحكومة سعد الحريري حينها وبالفعل لبى الرئيس الحريري كرجل دولة مطالب الناس واستقال وقدم استقالته من الحكومة يومها اعتبر الرئيس مشير عون بأن هذا الاستقال لم تكن منصقة معه بأنه وضعه مع فريقه السياسي جميعا في خانة الياك وبالتالي أحرجهم بهذه الاستقالة وأيضا قالها يومها الرئيس الحريري بأنهم لم يعني حين بدأوا ليتم تشكيل حكومة أخرى قدم لائحة بكل الإصلاحات المطلوبة والتي أغلبية هذه الإصلاحات موجودة اليوم بالمبادرة الفرنسية يعني المشكلة سيد البارودي حتى لو تم تقديم تشكيلة وزارية من اختصاصيين كما أشار السيد الحريري قدم تشكيلة حكومية من ثمانية عشر وزيرا من الاختصاصيين لم يتم قبولها والتصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية ممسر وراء ذلك هل المشكلة في التشكيلة أم فقط في شخص الحريري الذي يكلف اليوم بتشكيل هذه الحكومة؟ هو الأساس في شخص الرئيس يعني هم لا يريدون تحديدا لا يريدون سعد الحريري لعدة أسباب أهمها الخصومة بينه وبين جبران بيسيل تحديدا رئيس تيروت الحر أما الآن دستوريا أصبح الرئيس سعد الحريري هو الرئيس المكلف بعد التسمية الحجاج التي يقودونها دائما أول مرة قالوا بأن الرئيس الحريري لم يقدم الرئيس الجمهورية تشكيلته أو مسودة تشكيلاته الحكومية قام الرئيس الحريري بزياد قسم عبد وقدم مسودته الوزارية بدأوا بحجة أخرى بأن الرئيس الحريري يحاول السيطرة على ويسمي كل أسماء الوزراء بعكس ما ينص عليه الدستور حتى يريد أن يسمي الوزراء المسيحيين اليوم بقطاب الرئيس الحريري قال للرئيس أدل أمام الرئيس العام بكل الوقاعة وقال هذا الكلام غير صحيح لقد أخذت بعض الأسماء من الأسماء التي عرضها علي الرئيس الجمهورية وبالتالي هذا غير صحيح الهم الأكبر اليوم بالنسبة للرئيس ميشيل عون هو الحصول على الثلط المعطل يا سيد الكريم وهذه الجزئية المهمة التي أشار إليها السيد الحريري موضوع الثلث المعطل لمصلحة من يتم تأخير تشكيل هذه الحكومة من وجهة نظركم سيد البارودي ومن جهة أخرى هل حزب الله له يد؟ هذا ما سأقوله لك الآن اليوم الأساس هم يريدون الثلث المعطل لماذا يريدون كل هذه حجة جواهية هم يريدون الثلث المعطل لأنهم يتخوفون من أن هذه الحكومة قد تستمر لما بعد الانتخابات الرئاسية وقد يحصل عدم انتخاب رئيس الجمهورية فراغ رئاسي مثلا وبالتالي حسب الدستور هذه الحكومة تصبح حية مسؤولة في البلاد بغياب رئيس الجمهورية وبالتالي هم لا يريدون أن يكون رئيس الحكومة هو سعد الحريري وأن لا يكون لديهم سلط معطل بمعنى أن يتحكموا لماذا يريدون السلس المعطل؟ لأنهم عندها يمكنهم التحكم بجرسات مجلس الموزراء كما قال الرئيس الحريري وكما ينص على ذلك الدستور الدستور واضح أكثر من السلس إذا استقال وكما حصل في 2011 تحديدا مع الرئيس الحريري حين استقال أكثر من السلس وبالتالي استقالت الحكومة والرئيس ميشيل عون بكل صراحة هو يراهن على موقف حزب الله الواضح بأنه اليوم يتستر على موقف ميشيل عون بعدم دفعه إلى تشكيل الحكومة الكاتب المحاول السياسي السيد عبدالله البارودي كنت معنا بيروت شكرا جزيلا لك اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بإعدام 13 مخطوفا تركيا بينهم عسكريون وأفراد شرطة داخل كهف في شمالي العراق جاء ذلك بعد إعلان الجيش التركي انتهاء عملية مخلب النصر 2 ضد عناصر حزب الله أو حزب العمال الكردستاني عفوا شمالي العراق والتي أسفرت عن مقتل نحو خمسين من عناصر الحزب الكردستاني وثلاثة جنود أتراك بعد أربعة أيام فقط من انطلاق عملية مخلب النصر 2 أعلن وزير دفاع التركي خلوس أكار انتهاء العملية التي يشنها جيش التركي شمالي العراق بعد مقتل وإصابة خمسين مسلحا من حزب العمال الكردستاني الإعلان عن انتهاء العملية جاء عقب جولة ميدانية قام بها أكار مصحوبا بعدد من أركان الجيش التركي على الوحدات العسكرية في ولاية شرناق على الحدود مع شمال العراق العملية العسكرية الخاطفة التي قام بها جيش التركي خلفت مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة ثلاثة آخرين إضافة إلى تدمير أكثر من خمسين موقعا لحزب العمال الكردستاني واستخدم جيش التركي خلال تلك العملية مختلفة تشكيلات العسكرية وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي يبديها العراق والحكومة المركزية في بغداد لما اتصفه بالاعتداء التركي الواضح على السيادة والأراضي العراقية إلى أن أنقارا تضع حزب العمال الكردستاني كذريعة لتدخله في دول الجوار التركي حصاد اليوم مستمر معكم من قناة الغد وتشاهدون بعد الفاصل لمني في يلتقي عقيلة صالح في إطار حشد الدعم للمجلس الرئاسي مصر تؤكد فشل مساعي الاتحاد الإفريقي في إدارة ملف سد النهضة أهلا بكم مجددا في الحصاد وهذا تذكير بأهم العناوين السودان يعتبر دخول قوات إثيوبية لأراضيه تصعيدا غير مقبول وانتهاكا لسيادته الرئيس الجزائري يبحث مع الأحزاب ملف الانتخابات والتعديل الوزاري الرئاسة اللبنانية ترفض خطاب الحريري وتتهمه بمخالفة الدستور أنقارا تتهم حزب العمال الكردستاني بإعدام ثلاثة عشر مخطوفا تركيا شمالي العراق أهلا بكم مجددا التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس لمنفي رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة وقد وصل لمنفي لمدينة البيضاء شرق بنغازي في إطار مشاورات توحيد مؤسسات الدولة وتعد زيارة لمنفي إلى البيضاء الأولى له للمدينة والثالثة للشرق الليبي بعد اختتام جولاته في بنغازي وطبرق في إطار جهود توحيد المؤسسات ومناقشة ترتيبات عقد جلسة منح الثقال الحكومة الجديدة من جانبه أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد البيبة مواصلة إجراءات تشكيل الحكومة وقالت بيبة في تغريدة على تويتر إنه يتم حاليا مراجعة السير الذاتية التي تم استلامها وأضاف أنه سيتم النظر في الاختيارات وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع على قدم وساق تجرى محاولات الاستفادة من مكتسبات الحوار السياسي الليبي إذ يواصل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد لتبيبة مشاورات تشكيل الحكومة وعبر تويتر أكد لتبيبة مساعيه نحو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مضيفا أنه بدأ فعليا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي تم استلامها مؤكدا أن الاختيارات ستتم وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة بالتزامن استقبلت مدينة سبراط الليبية عددا من أعضاء مجلس النواب قادمين من بنغازي للمشاركة في جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل ومن المقرر أن يمهد الاجتماع لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ومن المقرر أن يحضر ما بين 110 و120 نائبا إلى سبراطة من ضمنهم نواب من الشرق وتسعى الجلسة لمتابعة ثلاثة استحقاقات أساسية تتضمن توحيد المجلس والتصويت على منح الثقة للحكومة بعد تقديمها ثم استكمال باقي الاستحقاقات من قوانين وتشريعات وقد تتم رئاسة الجلسة بشكل مشترك بين مجلسي ترابلس وطبرق أو أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الإفريقي في إدارة ملف سد النهضة في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الفنلندي أشر شكري إلى أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأتي بالنتائج المرجوة كما شدد شكري على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في اليمن قتل نحو خمسين مسلحاً معظمهم من الحوثيين أصيب أكثر من مائة وعشرين آخرين خلال معارك عنيفة بين قوات الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في محافظة مأرب الاستراتيجية فادت مصادر عسكرية بأن معركة شرسة خاضها أفراد القوات الحكومية وأبناء القبائل في جبهة مراد جنوبي المحافظة وتمكنوا من وقف زحف للميليشيات الحوثية على المنطقة تظاهر المئات من منتسبي الأجهزة الأمنية تابعة للسلطة الفلسطينية أمام مقر هيئة التقاعد الفلسطينية في قطاع غزة لمطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي طالت رواتبهم نحن من قدمنا للوطن نحن من ضحينا لهذا الوطن وله المؤسس الأمنية لماذا يا سيادة الرئيس يتم تقاعدنا نحن في دولة مؤسسات ونحن نحترم المؤسسات والقوانين فهل يحق أن يتم تقاعد شخص عسكري بعمر أربعين سنين نحن نناشدك يا سيادة الرئيس نناشدك يا دكتور محمد إشتاير رئيس الوزراء بإلغاء التقاعد القصري نحن نطالب نكون أسوة بزملائنا في كافة الأجهزة الأمنية ليس يكون هناك تمييز عنصري هؤلاء موظفوا السلطة الفلسطينية من العسكر الذين وقعوا ضحية لهذه القرارات باتوا غير قادرين على تلبية متطلبات الحياة الصعبة في قطاع غزة خصوصا وأنهم لازالوا في ريعان الشباب أنا خريج جامعة 2006 ومن 2006 تقاعدت وأنا عمري 38 سنة تقاعدت وأنا عمري 38 سنة واليوم أنا يا سيادة الرئيس تقاعدت على ملازم وأنا يا سيادة الرئيس خريج جامعة لم أأخذ حقي وعندي ست أطفال وأنا عندي ست أطفال وابني نجح توجيه السنة اللي فاتت وأقسم بالله العلي العظيم أني مخششته جامعة لظروف ماديا بعرفش حالي أني بدأتقاعد وأنا عمري 38 سنة بتفاجأ أني بعد ما أخذت القرد وراح المصاري تقاعدت صار عندي خصم من التقاعد ألف شكل من راتبي اللي أنا كنت مأمن الحالي أن عايش أولادي من وراه وخصم من البنك ألف شكل صار أنا يطلع لي 300 أربعمائة شكل أنا جزء نسواتين تين وعنده أسرة وعنده أولاد وعنده هذا لم ين الواحد يروح هذه التظاهرة أمام مقر هيئة التقاعد الفلسطينية تعد الأكبر منذ أن وقع على قرابة 22 ألف موظف عسكري قرار التقاعد منذ أكثر من ثلاثة عوام هي تظاهرة ليست الأولى التي يطلب فيها موظفي السلطة الفلسطينية بتراجعها عن قرار التقاعد الإجباري والقصري والذي وصف في أكثر مرة بأنه غير قانوني ليبقى السؤال ما تسجد هؤلاء أداناً صاغية لهذه المطالب العادلة محمد بن مسأل غد غزة فلسطين وفي مدينة الخليل عمل إضراب الشامل للمركبات العمومية احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم المتعلقة بالضرائب المفروضة كافة كما يأتي هذا الإضراب احتجاجاً على قرارات اتخذتها الحكومة مؤخراً تتعلق بالزي الموحد للسائقين وفرض ألوان جديدة على المركبات في خطوة جديدة شهدت الخليل إضراباً شاملاً لسائقي التكسي دعت إليه النقابة العامة لعمال النقل بسبب عدم تلبية مطالبهم وتحسين أوضاعهم التي باتت تسوء أكثر في هذه الأيام فهم يتحدثون عن الضرائب والالتزامات والقرارات الجديدة التي تثقل كاهلهم الحكومة أقرت خصم من 70% لـ 80% من رسوم الضرائب المفروضة على كل القطاعات النقل كان سواء تكسي سواء حافلة سواء شاحنة ولكن هذا القرار لم يطبق قطعياً في جميع المحافظات ووصف السائقون الأوضاع الحالية بالمأساوية إذ أنهم لا يستطيعون توفير قوت يوم أبنائهم خاصة في ظل جائحة كورونا أنا مواطن غير مواطن أنا ممسوعة ما قبل جائحة كورونا ونعاني اقتصادياً ونحن طبقها ممسوحة اقتصادياً ما بالك بعد جائحة كورونا وعدتنا الحكومة كثير أن تكون مساندة لقطاع النقل اللي هو السائقين ولكن كلها وعدات واهية لا تنفذ نهائياً أنت بتقول عن سائق ملحوق بكل أموره مديون شكات مديون بالبيت مديون بكل مقال اليوم الشوفير ما بروع دارهم إلا من 40 إلى 50 شكل والسلطة بتأخذ مني كل يوم كسائق عمومي 45 شكل لو بتكتحسب الضريبة والجمرك والترخيص والتأمين اللي بقضوه السلطة من السائق العمومي 45 شكل مع المجمع كل يوم وإحنا كسائق عمومي على خط إذن خليل بتسوي 50 فبظل لك 5 شكل فقط لغير اليوم وكان السائقون قد اتهموا الحكومة بالتقصير في تطبيق القوانين والتعامل مع المركبات الخاصة التي تعمل دون محاسبة على الخطوط كافة أمام مرأة الجميع خلال الأيام القادمة ربما يصاعد السائقون من خطواتهم الاحتجاجية لتصل إلى مدن الضفة الغربية كافة وذلك لتحقيق مطالبهم رادي الشريف الغد الخليل فلسطين حصاد اليوم مستمر معكم من قناة الغد وتشاهدون بعد الفاصل قوات الأمن في ميانمار تطلق النار على المتظاهرين خلال احتجاجات ضد الانقلاب موسيقى اهلا بكم من جديد في الحصاد وهذا تذكير بأهم العنوين السودان يعتبر دخول قوات إثيوبية لأراضيه تصعيدا غير مقبول وانتهاكا لسيادته الرئيس الجزائري يبحث مع الأحزاب ملف الانتخابات والتعديل الوزاري الرئاسة اللبنانية ترفض خطاب الحريري وتتهمه بمخالفة الدستور أنقرة تتهم حزب العمال الكردستاني بإعدام ثلاثة عشر مخطوفا تركيا شمالي العراق موسيقى أهلا بكم مجددا فتحت قوات الأمن في ميانمار النار على حشد من المتظاهرين خلال احتجاجات سلمية ضد الانقلاب العسكري وخرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع لليوم التاسع على التوالي في حين تجمع حشد أمام السفارة الأمريكية في يانغون دعما لإعلان واشنطن عن فرض عقوبات في أعقاب انتزاع الجيش للسلطة أعلنت لجنة الصحة والسلامة العراقية إغلاق المجمعات التجارية والمطاعم والقاعات الرياضية ومنع إقامة الاحتفالات من أجل الحد من ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا حزمة جديدة من القرارات التي اتخذتها لجنة الصحة والسلامة الوطنية العراقية من أجل الحد من انتشار وباء كورونا في العراق بعد تسجيل أعداد إصابات مرتفعة من جديد اللجنة التي اجتمعت برئاسة الكاظمي قررت فرض حظر تجوال شامل نهاية كل أسبوع وحظر جزئي لبقية الأيام من الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا لمدة أسبوعين قابلة للتمديد مع قرار إغلاق المجمعات التجارية والمطاعم والمسابح والقاعات الرياضية ومنع إقامة الاحتفالات والمآتم وفرض لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومحاسبة المخالفين إذا كان هناك تحسن واحتوال الإصابات أكيد سيكون هناك تخفيف تدريج للإجراءات أما ذا لا سمح الله تفاقمت الإصابات بشكل أكثر ستكون هناك إجراءات مشددة قادمة وحسب المستجدات الوباية أكرر أن هذه القرارات هي من لجان علمية استشارية مختصة بالمجال على الرغم من الإجراءات الجديدة وزارة الصحة العراقية أعلنت عدم تسجيلها أي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لحد الآن لم يثبت تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة في العراق رغم أنه أمر ممكن ومتوقع وفي حال تسجيلها نحن مستعدون لأي تفشي وباء إلى سمح الله وعندنا ردهات خاصة للعزل والبروتوكول العلاجي هو نفسه يطبق للسلالتين واللقاح أيضا فعال على كلتين السلالتين العراقيون بدورهم يرون أن قرار حظر التجوال في الوقت الحالي لن يكون فعالا وستكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي حظر التجوال في هذه الفترة أعتقده ليس مناسب لأنه سيأثر على حياة المواطن بشكل اقتصادي وكافة الأشكال في الآونة الأخيرة عادت أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا بالارتفاع من جديد في عموم المدن العراقية الأمر الذي عدته وزارة الصحة العراقية مؤشرا خطيرا لدخول العراق في مرحلة حرجة جديدة في محاربة هذا الوباء حزمة القرارات التي اتخذتها لجنة الصحة والسلامة العراقية تهدف إلى منع تسجيل أعداد مرتفعة من جديد بفيروس كورونا وعودة العراق إلى المربع الأول صحيا الذي كلف هذا البلد الكثير على المستوى الصحي والاقتصادي مصطفى القطان قناة الغد بغداد بدأت عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان بعدما وصلت أول دفعة من جرعات لقاح فايزر وبدأ التطعيم في ثلاثة مراكز للطواقم الطبية والمسنين وأخيرا انطلق قطار التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان هو الخبر المفرح الذي انتظره اللبنانيون طويلا وخصوصا التواقم الطبية الابتسامة على وجوه الأطباء والعملين في خط الدفاع الأول وعلامة النصر بعد أخذ اللقاح كافية للدلالة على ذلك لازم يأخذوا يعني ما فيه شيء اسمه يعني كيف بدي عبر ما بعض بس لازم يتأخذ ما فيه لازم يكون ولا جنس التردد صار فيه مليين العالم عملوا الشات قبلنا نحنا ملنا أول ناس وبعدين هذه الطريقة الوحيدة لنعمل وقية لحالنا ولولادنا ولعائلتنا يعني هلأ شكتني ما حسيت شيء العملية افتتحت بتلقيح رئيس قسم العناية الفائقة في مستشفى رفيق الحرير الجامعي وتلاه الممثل الكبير صلاح تيزاني وأعلن خلالها الرئيس حسان دياب إنه لن يطلق اللقاح لأن الأولوية اليوم هي للثواقم الطبية ودع رئيس اللجنة الوطنية لللقاح عبد الرحمن البزري اللبنانيين إلى عدم التردد في التسجيل على المنصات الإلكترونية اليوم الأولوية لألكن الأولوية للقطاع الصحي ما يحدث اليوم هو أيضا عامل جديد في بناء الثقة عندما يشاهد اللبنانيون أطباءهم الذين يعتمونهم على صحتهم يتم تمنيعهم باللقاحات التي تعتبر الأفضل والأحدث في العالم وعندما يطمئن اللبنانيون إلى أن جيرانهم وأصدقائهم قد تلقوا اللقاح وأن هذا اللقاح آمن وغير مرتبط بأي تداعيات خطيرة كما كان يحاول البعض تصويره نصل عندئذ إلى واقع أن الشعب اللبناني سوف يقبل على اللقاح بنسبة أعلى في الدفعة الأولى وصل إلى مطار بيروت 28 ألف جرعة من لقاح بايزر على أن تصل اتباعا كل أسبوع ولغاية سبعة أسابيع 189 ألفا وهي حصيلة المرحلة الأولى تعطى الأولوية فيها للتواقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي والمسنين ومن ثم من يعاني من الأمراض المزمنة حسب خطوراتها يتخطى خوف اللبنانيين من اللقاح الخوف من الإصابة بكورونا وهو بحد ذاته عقب جديد في الوصول إلى المناعة الجماعية التي لا تحصل إلا إذا تم تلقيح 80% من المقيمين في لبنان معضلة على المعنيين حلها سريعا وأقناع اللبنانيين إذا ما أرادوا الفوز في المعركة ضد فيروس كورونا ليلة خليل الغد بيروت أشهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتطعيم 15 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا شالل تجاري يضرب العاصمة البريطانية لندن بسبب حالة الإغلاق العام في مثل هذا اليوم كان الاحتفال بعيد الحب في العاصمة لندن مخالف تماما لواقع اليوم الحياة في عاصمة المال والضباب باتت شبه مشلولة والكل ينتظر رفع القيود ولو بشكل تدريجي لعله بذلك يستطيع النجاة من الانهيار الاقتصادي في كل ثانية من كل يوم نفقد آلاف الدولارات من حيث الحجوزات المفقودة ومعها نفقد الثقة ونفقد الوظائف وتفشل الأعمال أعتقد أن الحكومة بحاجة إلى فهم أن العديد من الشركات في قطاع السفر والخطوط الجوية على حافة الانهيار السوق الصيني في العاصمة لندن يعد من أشهر الأسواق في العالم بات بدوره تحت السكتة الاقتصادية جراء القيود المصاحبة لوباء كورونا السوق الصيني لم يكن أبدا بهذا الهدوء إنه الأمر محزن للغاية أن نرى السوق فارغا تماما المحلات التجارية تأثرت بشكل كبير على الرغم من الدعم الحكومي ويرى المختصون أن 41% من الشركات التجارية الصغرى ستواجه حالة الانهيار الكامل إذا ما استمرت حالة الإغلاق العام لمدة شهر إضافية العاصمة البريطانية لندن لم تكن على هذا الواقع في مثل هذا اليوم من العام الماضي اليوم شلل في الحركة الاقتصادية والاجتماعية بسبب القيود والإجراءات المصاحبة لجائحة كورونا محمد الفنيش قناة الغد لندن يزخر الأردن بالعديد من الآثار التي تعود إلى العصر البرونزي المتأخر منذ أكثر من خمسة آلاف عام هذا وتم إطلاق مفادرة في المملكة للعمل على حماية تلك الآثار مدحف مفتوح يتشكل من مجموع المكتشفات والأثار التي تتناثر في مختلف مناطق الأردن إذا ما تم تركيز عليها وتوجيه الاهتمام من هذه الأثار ما يعود إلى خمسة أو ستة آلاف سنة وهي أثار تعود إلى الدولمن في العصر البرونزي المتأخر بيوت عددها حوالي ألفي بيت بنيت بشكل مختلف من الأحجار الكبيرة وأخرى مغر عاشوا فيها وسكنوها بداية التسجيل والاكتشاف كانت 1884 من الضابط كوندر البريطاني لأرسلته بريطانيا لعمل المسوحات الأثرية في الأردن وفلسطين كان عددها 12 ألف بيت دولمنز بذلك الوقت بالوقت الحالي عددها 2400 بيت دولمنز مسجلات في 13 حوض في المملكة طبعا هذا المرجع هو الأول عبد الرحيم عامل منذ عشر سنوات على البحث عن تلك الأثار وإطلاق مبادرة لحمايتها من عوامل التجريف وتسليط الضوء على تلك الأثار والمكتشفات والتي تعد كنزا يدل على سكان الأردن عبر العثور المختلفة أثار الدولمنز هي أول بناء مخطط للإنسان قائم على خطة عمل وخطة مهنية أول بناء استخدم الصقف الحجري للإنسان بالإضافة لذلك أن هذه الأثار ما بتقل أهمية عن تمثيل عين غزال أشكال هندسية للبيوت وحدائق أمامية وفتحات للخروج والدخول منها بالإضافة إلى قبور تشبه البيوت إلا أنها غطيت وأغلقت أبوابها بإحكام فيما عثر على فتحات أرضية كانت تستخدم بعضها للنار وأخرى أكبر لتجميع المياه أثار الدولمنز ستشكل أهمية كبرى إذا ما تم إدراجها على خارطة السياحة الأردنية فهي نقطة الوصل ما بينما دبى مدينة الفوسي فساء وجبل نيبو وصولا إلى المختص داما الكردي قناة الغد قرية المريغات أطلقت وزارة السياحة والأثار المصرية حملة تنظيف وصيانة للتماثيل الموجودة في الميادين العامة في جميع المحافظات بهذه الفرشاة يزيل ربيع غبار الزمن عن أحد معالم القاهرة التي ضربها الإهمال لعقود طويلة هؤلاء الشباب ضمن مئات العاملين في صيانة وترميم الآثار حملوا على عاتقهم إعادة الوجه الحضاري للبلاد بنقوم بشغلنا الدورية عمليات صيانة دورية عملية الارتقاء بها تنظيفها إزالة التربة إزالة مخلفات نظر لنوجود التماثيل في ميادين عامة تعرض على عوادم صيارات للأتربة لسوء تعامل من الجمهور معها هذه الخطوة تأتي ضمن حملة أطلقتها وزارة السياحة والأثار المصرية بهدف صيانة وتنظيف المعالم الأثارية والميادين العامة وبدأت الحملة من أصوان فيما تتواصل الجهود في المحافظات المصرية كافة عملنا خطة الحمد لله بالتنصيق مع المحافظات لإزالة كل عوامل التلوث التي نستطيعها في هذا الشكل في خلال بضع أيام هنشوف شكل ثاني خالص لمياديننا بالتمثيل اللي بتزين هذه الميادين ورحب المواطنون بالحملة مطالبين من يقومون بالاعتداء على المعالم الأثرية بالتوقف عن هذه الممارسات التي تتسبب في تشويهها وتشارك الجهات المختلفة في هذه الحملة لضمان تنفيذها على أكمل وجهها تسعى مصر إلى إبراز الوجه الجمالي للمحافظات المختلفة عبر هذه الحملة حملة يقول المسؤولون إنها ستظهر البلاد في أبها حلة خلال الأيام القليلة المقبلة أحمد مصطفى الغد القاهرة ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة وأن أذكركم بأبرز العنوين السودان يعتبر دخول قوات إثيوبية لأراضيه تصعيداً غير مقبول وانتهاكاً لسيادته الرئيس الجزائري يبحث مع الأحزاب ملف الانتخابات والتعديل الوزري الرئيسة اللبنانية ترفض خطاب الحرير وتتهمه بمخالفة الدستور أنقرة تتهم حزب العمال الكردستاني بإعدام ثلاثة عشر مخطوفاً تركياً شمالي العراق انتهى حصاد اليوم من قناة الغد نلقاكم على رأس الساعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة